السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة سنتحدث على الأتريوم وتأثيره على العملات الموجودة على شبكتي حاليا هناك انتقال من البروف أفور إلى البروف أفستيك وهذا أعطانا بعض النتائج الجيدة لو نعود لسنة 2020-2021 كانت قد وصلت الاقتطاعات على شبكة الأتريوم لأكثر من 100 دولار في بعض الأحيان 50-60-70 على حسب التحويلات التي تحدث على شبكة الأتريوم مؤخرا بدأت النتائج تتحسن وبدأت الاقتطاعات بالانخفاض بشكل تدريجي وجيد ووصلت لأقل شيء تقريبا 3 دولار ترتفع إلى 4 دولار مقارنة بالنتائج التي كانت سنة 2020-2021 نجد أن الاقتطاعات مرتفعة بشكل كبير وحاليا بدأ تحسن كبير في شبكة الأتريوم وهذا راجع للانتقال تقريبا بشكل كامل إلى البروف أوف ستيك كذلك سنرى نمو في العملات التي تشتغل على شبكة الأتريوم والتي تقدم لنا منتجات جيدة سنتحدث على أبرز العملات التي ممكن أن تظهر الإيجابية مع هذا الحدث الذي يعيشه الأتريوم خصوصا أننا نرى إيجابية على عملة الأتريوم وحاليا وصل سعر الأتريوم لـ 1900 دولار لو نرى على منصة بايننس الأسعار التي فيها حاليا الأتريوم فالأتريوم تعد أكبر العملات التي بها اشتغال كبير بها استخدام بها عدد كبير من المستخدمين هناك منتجات عديدة مطروحة مثل ديفاي، انف تي، ميتافيرس، الألعاب أشياء عديدة موجودة على أرضية الأتريوم لهذا منذ فترة طويلة ونرى فريق الأتريوم يشتغل ويريدون الانتقال إلى البروف أوف ستيك بشكل كامل لكي يحسنوا خدماتهم على شبكتهم أغلب المشاريع القوية الموجودة في السوق نرى أغلبيتها هي مجرد توكن على شبكة الأتريوم أكبر بنك لا مركزي هو الآض عملة تشتغل اللاندين، تشتغل الديفاي هذه العملة موجودة على شبكة الأتريوم وكانت قد وصلت سنة 2021 تقريبا لأكثر من 700 دولار لو نرى الأول تايم هاي الذي وصلت إليه عملة الآض الأول تايم هاي هو سعر 666 دولار وأقل سعر كانت ظهرت به قبل أن يحدث فيها السواب كانت بها تقريبا مليار في الماكس سبلاي كان سعر وأن ذلك تقريبا 2 سنة سعدت إلى الواحد دولار وغيروا من الماكس سبلاي أصبح ما يروج في العملة حاليا 87% نقول تقريبا 14 مليون والماكس سبلاي محدد في 16 مليون من العملة القوية في الديفاي لو نرى ترتيبها هي لديها 5.32 العملة مؤترف بها من طرف الحكومة البريطانية عملة الآض مشروع قوي في الديفاي كذلك لدينا عملات عديدة سنتحدث عليهم خلال هذه الحلقة عملات قوية لها تقلوها في هذا المجال وهي على شبكة الأتريوم عندما يكون الأتريوم بحالة جيدة العملات الموجودة على شبكتي هي الأخرى التي تقدم منتجات جيدة ستكون جيدة وستعطي لمستخدميها منتجات جيدة اقتطاعات قليلة سرعة في التحويلات وهذا أمر جيد من أبرز العملات كذلك التي ممكن أن تعرف نمو كبير هي عملة يونسواب التي لها أكبر منصة لا مركزية التي تشغل للأتريوم يونسواب من المنصات الموجودة على شبكة الأتريوم بشكل لا مركزي هي الأخرى في هذا الحدث الذي يحصل للأتريوم والأتريوم مدعوم من أكبر الشركات خلال هذا الانتقال الذي يعرفه الأتريوم يونسواب من الممكن هي الأخرى أن تظهر الإيجابية مع النمو الذي نراه في الأتريوم والأرشفاء الذي نراه في الأتريوم لو نرى أقصى السعر وصلت إلى يونسواب تقريباً 40 دولار إلى حدود 45 دولار لم أتذكر بالضبط السعر الالتايم هاي وصلت تقريباً لـ 45 دولار سنة 2021 وأقل سعر انخفضت إليه هو سعر الـ 41 سنة حالياً في أسعار 9 دولار يونسواب من أكبر المنصات اللامركزية التي تشغل لشبكة الأتريوم تحدثنا على أف العملة التي تشغل للأتريوم كذلك لدينا عملة تشين لينك من العملات التي تشغل الأوريكل قوية لها شراكات كبيرة من المنتظر لها هي الأخرى أن تتطور بشكل كبير مع هذا التحديد الحاصل للأتريوم 019 دولار قيمتها السوقية 4.3 مليار دولار سيولتها اليومية تقريباً نقول 600 مليون دولار ما يروج من العملة يشكلنا 47% 470 مليون ماكس سبلاي محدد في مليار لو نرى تقريباً 40 دولار 45 دولار تقريباً مثل الصعودة التي حققته يونسواب لو نرى بل سعدت لأكثر من 52 دولار وأقل سعر بدأت به سنة 2017 هو سعر الـ 12 سينت مشروع اللينك من أقوى العملات الموجودة حالياً وكل العملات الرقمية عملت شراكة مع اللينك لكي تشتغل لها الأوريكل أبرز شراكة يشراكة مع شركة جوجل العملاقة لدينا كذلك من العملات التي ممكن أن تظهر الإيجابية هي الأخرى مع هذا الحدث هي عملات الميكر سعره الحالي تقريباً 1082 دولار قيمتها السوقية مليار دولار سيولتها اليومية تقريباً 406 مليون دولار ما يروج من العملة هو 97% هذا جيد يعني 977 ألف وحدة عملة ميكر أما الماكس سبلاي محدد في مليون وخمس آلاف وحدة عملة ميكر لو نرى الأورتشايم هاي لعملة الميكر وأقل سعر كانت انخفضت إليه أقل سعر بدأت به سنة 2017 21 دولار أقصى سعر وصلت إليه سنة 2021 منذ سنة هو السعر الست ألاف وتلاتمائة وتسعة وتلاتين دولار حالياً في أسعار الألف وستة وتمانين دولار هي في الرتبة الأولى من ناحية على شبكة الأتريوم ميكر بـ 8.94 مليار دولار من العملات القوية التي تشغل الأتريوم وهي من فريق الأتريوم الميكر كأول عملة تشغل الديفاي هو هذا المشروع أول عملة بدأت الديفاي هي عملة الميكر كذلك لدينا عملة الكمب الكمب كذلك من العملات التي تشغل للأتريوم وهي توقن على شبكة الأتريوم سعره الحالي 64 دولار قيمتها السوقية 466 مليون دولار سيولتها اليومية 88 مليون دولار ما يروج من العملة يشكل لنا 72% يعني 7.2 مليون والماكس سبلاي محدد في 10 ملايين لو نرى أقصى سعر وصلت إليه العملة الأول تايم هاي والأول تايم لو أقصى سعر وصلت إليه تقريبا هو 900 دولار وأقل سعر أقل سعر انخفضت إليه منذ شهرين وسعر 26 دولار حاليا في أسعار 64 دولار من العملات التي تشغل الديفاي وتقدم منتجات عديدة كذلك لدينا عملة الإيب كوين التي شارع على شبكة الأتريوم قبل شهر قاموا بعمل استفتاء على هل ينتقلون إلى البلوكتين الخاصة بهم أم يبقون على شبكة الأتريوم فكانت تصويت بالأغلبية على إبقاء المشروع على شبكة الأتريوم لم يطرحوا بلوكتين خاصة بهم لم ينتقلوا بل لحدود هذه اللحظة إيب كوين موجودة على شبكة الأتريوم من أقوى العملات التي تشغل نفتي أشهر نفتي هي نفتي نفتي قرض التي تم بيعها لعديد من اللاعبين أبرزهم نايمار لاعب بالسان جيرمان لو نرى سعرها الحالي 6.91 تقريبا 7 دولار قيمتها السوق هي 2.1 مليار دولار سيرتها اليومية 236 مليون دولار ما يروج من العملة هو 31% 306 مليون والماكس سبلاي محدد في مليار العملة نورنا أقصى سعر ظهرت به أو ارتفعت إليه وأقل مبلغ انخفضت إليه عملة ثلئيب أقصى سعر كانت قد وصلت إليه منذ خمس شهور أو سعر الذي ظهرت به تقريبا 40 دولار وأقل سعر انخفضت إليه أو بدأت به هو سعر الواحد دولار منذ خمس شهور العملة موجودة على أكبر المنصات من بينهم منصة بايننس كذلك لدينا عملة مانا من العملات التي تشغل الألعاب تشغل الكثير من المنتجات على شبكة الأدريوم سعرها واحد دولار قيمتها السوق هي 1.9 مليار دولار الفوليوم اليومي 135 مليون هنا سنقف بخصوص موضوع الماركس سبلاي الذي كان محدد للعملة في 3 مليار وللأسف الماركس سبلاي أصبح غير محدد وهذه خطوة سلبية أما باقي العملات التي تحدثنا عليها هناك ماركس سبلاي محدد في مليار مثلا 500 مليون على حسب العملة طمانة ليس بها ماركس سبلاي فأفضل أو إنجين كوين أفضلها أنا على مشروع ألمانا أو إنجين كوين من أول العملات التي تشغل في مجال الألعاب على شبكة الأتريوم وفي مجال العملات الرقمية وإنجين كوين شراكتها عديدة أبرزهم شراكة مع جوجل سامسونج والكثير من الشراكات سعره الحالي تقريبا 70 سنت قيمتها السوقية 622 مليون دولار الفوليوم اليومي 50 مليون دولار ما يرى جميع العملة يشكلنا 90% 896 مليون وحدث عملة أو إنجين كوين الماركس سبلاي محدد في مليار لو نرى أقصى سعر وصلت إليه العملة وأقل مبلغ خفضت إليه هذه العملات التي أتحدث عليها الآن هي عملات موجودة على شبكة الأتريوم عندما مثلا ستتحسن بكثير خدمة الأتريوم هذه العملات الأخرى ستصبح تقدم منتجات أفضل من قبل لمستخدميها وهذا سيجعل مشروعهم ينمو بشكل جيد وسعر العملة يرتفع كذلك لو نرى أقل سعر كانت بدأت به هو سعر الواحد سنت وأقصى سعر وصلت إليه 4.85 تقريبا 5 دولار وحاليا في أسعار تقريبا 70 سنت وإنجين مشروع جيد مشروع قوي هي الأخرى لها مستقبل كبير هناك عملات عديدة موجودة على شبكة الأتريوم حاولنا أن نعطيكم العملات التي ممكن أن تتحرك بشكل جيد مع حركة الأتريوم وتنمو لأنها رغم المشاكل التي كانت في الأتريوم ورغم الاقتطاعات التي كانت تصل إلى 70 دولار 80 دولار 100 دولار ورغم ذلك كان لديهم عدد كبير من المستخدمين وكانت لها تقلوها ما بالك الآن بتحسن الخدمة على شبكة الأتريوم فالانتقال النهائي من Proof of Work إلى Proof of State مثلا هناك ما نسأل هل انتهت كل مشاكل الأتريوم لا لم تنتهي كل مشاكل الأتريوم فالأتريوم يعالج الكثير من المشاكل يحسن التغيير لن يأتي مثلا بشكل نهائي مثلا لن تبقى مشاكل لن تبقى مثلا اقتطاعات ستصبح سرعة كبيرة بل الانتقال يكون تدريجي التحسن يكون تدريجي فهذا جيد لأن الأتريوم ممكن أن نقول هي أم العملات الرقمية البديلة عندما يكون الأتريوم بخير كل العملات الرقمية تكون بألف خير فتاريخيا دائما الأتريوم هو الذي يؤثر على العملات الرقمية البديلة مثل ما حلس سنة 2017 هنا نتحدث بدون أن ندخل سيد العملات فوى البيتكوين أي حركة يعملها البيتكوين ولكن مؤخرا عندما مثلا ينخفض البيتكوين نرى الأتريوم لا ينخفض بذلك الشكل الكبير مثل ما كان ينخفض مسبقا هذا الكلام لا نقول أنه عندما يحدث ضمت في البيتكوين بشكل قوي لن ينخفض الأتريوم بل سينخفض بشكل كبير ولكن هذا حدث هذا حدث يعيشه الأتريوم ممكن أن يواصل ارتفاعه الأتريوم مع الأحداث الحاصلة لأتريوم وبالدعم الكبير من أكبر الشركات هناك بعض الأشخاص لا يدعمون مثلا هذه الفكرة أبرزهم جاستن سون مؤسس عملة ترون والذي يمتلك تقريبا ما يعادل مليون أتريوم وكان يدعم الفكرة الأولى يدعم نظام وليس مع فكرة الانتقال وله كمية كبيرة من الأتريوم سون من المستشمرين الكبار في مجال العملات الرقمية لديه كمية كبيرة من البيتكوين ولديه كمية كبيرة من الأتريوم ولديه كمية كبيرة USDT والعملات التابعة وكل المشاريع القوية ضروري أن يكون لها احتياط بيتكوين واحتياط أتريوم كما قلت في فيديوهات سابقة على عملة الأتريوم أكبر شركة حاليا عالمية أتريوم وأتوقع لها مستقبلا أن تتجاوز أسعار العشر آلاف دولة عملة أتريوم يعني صراحة نمو جيد وتحسن كبير على شبكة الأتريوم هذا لو نرى في الاقتطاعات وهذا تشارد خاص بالاقتطاعات لاحظ ما أي كانت ترتفع يعني متى مثلا هناك من سيقول لي هنا مثلا 2019 لم يكن عدد كبير من المستخدمين 2018 لم تكن منتجات مثل NFT مثلا Metaverse كلما كترت منتجات على شبكة الأتريوم كلما أصبحت اقتطاعات كلما كان عدد كبير من المستخدمين كلما ارتفعت الاقتطاعات وهذا لم يفكر في فريق الأتريوم في أول مرة تم إنشاء هذه العملة بل كانت تفكيرهم فقط على المدى القصير مثلا لم يتوقعوا أن يمتلكوا كل هذا العدد الكبير من المستخدمين الذي يتجاوز 100 مليون مستخدم هناك ألاف التطبيقات اللامركزية ألاف العملات موجودة على شبكة الأتريوم وكل العملة لها متجات على شبكة الأتريوم يعني الأتريوم صراحة يتحمل ضغط كبير ومن خلال هذا التحسن الذي يحدث في شبكة الأتريوم فهذه خطوة للمجال بأكمله ليس فقط بالأتريوم فكما نقول مستقبلا وفي الصعود القادم كل العملات الرقمية البديلة سنراها في أكثر من الأسعار التي كانت قد وصلت إليها سنة 2021 المسألة فقط متعلقة بالصبر مسألة متعلقة بالصبر لأن المجال هو في مصار تساعدي لو نعود منذ سنة نقول عندما ظهرت العملات الرقمية البديلة منذ سنة 2013 لحدود هذه الساعة كل العملات الرقمية في مصار تساعدي مثلا 2016 و2017 وصلت العملات من أسعار مثلا ريب بل كانت سئرها سفر سفران تقريبا 2 وصلت تقريبا إلى أكثر من 2 دولار وعندما انخفضت لم تعود للأصفار بل آدت للعشر سنة وعاودت سعودة وهكذا يعني العملة تنخفض ولا تعود مثلا للقاع القديم بل ممكن أن تقترب منه مثلا ويبقى فارق شاسع صراحة وعندما ترتفئ ترتفئ أكثر بكثير من القمة التي مثلا حققتها في الهالفين السابق وهكذا بشكل عام مجال العملات الرقمية يحتاج السفر ومجال العملات الرقمية يحتاج منك الاستشمار فيه مشروع جيد مشروع قوي وتبقى مرتاح فيه نفسيته فحاولوا أن تخصصوا مبلغ للتدواء على المدى القصير ومبلغ للتخزين على المدى البعيد هذه أفضل طريقة سنحاول أن نتقاسم معكم بعض الأشياء المهمة في قادمة الأيام نحاول أن نوافيكم بكل جديد ونعطيكم بعض الأفكار التي أراها بخصوص بعض العملات الموجودة على شبكة الأتريوم وممكن أن تصعد من خلال هذا الحدث الذي يعيشه الأتريوم فصعود الأتريوم يساوي صعود هذه العملات هذه الحلقة حاولنا أن نتحدث على بعض الأمور المهمة لا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتحليقكم شكرا لدعمكم شكرا لتحفيزكم دمتم في رأيك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة